سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة متحدثا رئيس في النسخة الخامسة عشر لمنتدى أسبن للأمن المنتدى عقد في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين في الأمن والاستخبارات والدفاع والخارجية من مختلف دول العالم وبهذه المناسبة أكد سمو الفريق الرقن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن مملكة البحرين اتخذت طريقا واضحا في تعزيز الحوار والتعاون ومد يد العون لكافة دول العالم بفضل الرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مبينا سموه إلى أن القمة العربية التي احتضنتها البحرين مؤخرا تؤكد على دور البلاد في قيم السلام والحوار والتعايش بين الشعوب ونوها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن مملكة البحرين ترتبط بعلاقة وثيقة وتاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية ممتدة منذ سنوات طويلة شهدت ازدهارا في مختلف المجالات وتطورا ونموا ترجمتها توقيع اتفاقية التكامل الأمني والازدهار التي تعد اتفاقية مهمة بين البلدين فهي اتفاقية أمنية متكاملة وملئة بالتعاون في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والسياسية والأمنية والدفاع والتعاون في المجال التجاري والعلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات وبها العنصر الخاص بالازدهار وسيكون لها أثر إيجابي بارز في مواصلة التحالف والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا وستجني الاتفاقية ثمارها في الجانب الاقتصادي بين البلدين وأشار سموه إلى أن جلالة الملك المعظم يده الله يقود رؤية ملكية متقدمة لترسيخ أسس السلام والرخاء وفتح قنوات التواصل مع كافة دول العالم من أجل تحقيق هذا المطلب للتغلب على التحديات المشتركة منوها سموه إلى أن مملكة البحرين كانت ومازالت وستمضي على طريق نهج الرؤية الملكية السامية في تعزيز السلام والحوار ترجمة نانسي قنقر